مرحبا برج القوس اهلا فيك في قراءتك العاطفية القراءة رح تنطبق على الطالع والشمسي وايضا القمري عزيزي برج القوس هالمرة رح يسوي القراءة بطريقة واسلوب المرايا انت على هاي الجانب الحبيب او الشريك على الجانب المقابل ولكن اذا حسيت ان الجانب الاخر اللي هو هني ينطبق اكثر على وضعك مع الشريك فاعكس القراءة بما يناسب وضعك اول شي رح ابتدي بطاقتك الحالية الطاقة العامة والمتفرعة طاقتك العامة هاي والطاقة اللي رح يتفرع منها الموضوع بينك وبين شريكك ونشوف نحين طاقة الشريك الطاقة العامة للشريك والطاقة المتفرعة عديد برج القوس طاقتك الرئيسية هو البرج كرت برج العقرب البرج تغيير شامل مدائما الناس يفكرون يشوفون البرج وفكرون تغيير سلبي بالعكس هذا النوع من التغيير هو اللي يخليك تقفز عشر خطوات عشر درجات عشان تصل الى مرادك بالعادة احنا نفكر مثلا او مخططين اننا راح نمشي خطوة بخطوة ولكن في تغييرات مفاجئة يمكن تكون حتى بالنسبة لنا احنا نشوفها كنقمة ولكن هي حقيقة النعمة تغييرات راح تهز اسلوبك مع الشريك في الفترة القادمة اشوف فيه تغيير شامل في اسلوب وطريقة تعامل برج القوس مع الشريكة خلا نشوف شريكك عندنا خمسة سيوف تغييرك المفاجئ راح يشتت ويخربط ويكركب بعد طريقة تعامل شريكك معاك راح يكون ملخبط مو عارف شلون يتعامل معاك لانه بسبب هاي التغيير الشامل ممكن انك مثلا بالعادة دائما كن طيب وحبوب وتتنازل مع الشريك وتحرص ان الامور تمشي بينكم مهما كانت صعبة في الفترة القادمة بالعكس راح تضرب بريك وتقول لا من يوم رايح تب تسوي شيء انت لازم تسويها شريكي او ممكن يكون العكس اذا انت مثلا كنت سابقا اناني وكن دائما تطلب من الشريك ان اه هو اللي يعبر اه هو اللي يثبت فراح في الفترة القادمة تكون انت المعطاء اشوف انه في شيء في حدث مهم احتمال انك سمعت تجربة اخرين سمعت حكمة من فم شخص ناجح ايضا في علاقته ايه اللي راح تاخذها تحط عينك عليها وتاخذها كدرس والطبقة تمتدي الطبقة بحياتك ولكن شريكك شوية هني كأنما مصدوم بنوعية التغيير اللي قاعد تدخلها على تعاملك معه طاقتك الفرعية هذا الشيء طبعا بعيد عن طاقتك طاقة فارس الارض فارس الخماسيات بالعادة برج القوس من اكثر الابراج عفوية وايد عفوي وايد يتصرف على طبيعته ولكن قلت لك في شيء حدث او سيحدث في الفترة القادمة ابدا مش شيء سلبي بالعكس شيء يسبب مثل الصدمة او تغيير شامل هني الى طريقة تفكيرك وتصرفك المعتادة راح تبتدي تحسب احساب كل ملي من تصرفاتك تحسب احساب اذا انا عطيت الشريك شذيه شنون راح على اي نتيجة راح احسل معاه هني راح تصير حذر اكثر في تعاملك معاه حذر حتى شون تأثر انت عليه اذا مثلا تبت علمه تبت الدربة انه هو اللي بادر انه هو اللي يقوم من نفسه ويتصرف على التصرفات اللي انت بيها راح تبتدي عنده هني في طاقة الارشاد الحذر طاقة التوجيه ستة السيوف اوكي وشريكك راح يتبعك لان ستة السيوف الكارت هذا يعني الانتقال من مرحلة صعبة الى مرحلة اسهل بالضبط لما يكون شريكك هو نفسه يحس نفسه محتاج الى الهام منك انت انت تراوي الطريق انت اللي تبتدي اتمحد للطريق شلون تببي نتعامل مع بعض شلون تببي حين احنا واجهنا مثلين عقبة شلون نتعامل مع الوضع شنو استراتيجيتنا القادمة شنو خطتك الشريك يتطلع اليك هني صحوة في البداية ينصدم شوية من تغيرات المفاجئة اللي راح تصير كأنما على شخصيتك ولكن في النهاية راح بالعكس تكون انتهني بمثابة شوف الفرصان هم دائما اللي يهرعون الى المساعدة تكون بمثابة القدوة له تصرفاتك يا عزيزي يا برج القوس هي القدوة اللي راح تكون تقييد او تلهم شريكك انه يتبعك يتبعك في الطاقة يتبعك في التصرفات يمكن انتهني تحاول مثلا تعلم شريكك انه يكون اكثر حذرا مع الاموان يوفر اكثر يصرف اقل انت اللي قاعد اتمهد الطريق او قاعد مثلا تبق بالعكس اتخلي يصرف اكثر او يكون كريم اكثر يبادر يبتدي يسوي اشياء من نفسه عشانك هي طاقة انا اخذ بيدك واعلمك ايضا في ابراج جوائد كانت عندهم هاي الطاقة اليوم انه هم اللي يبتدون يرشدون شريكهم الى بدل ما يظلون في طاقة التدمر وانا مش عاجبني طريقة تصرفه معاي بالعكس يبتدون اعلمونه اعلمونه مثلا اذا تب شخص يشتري عشانك اشياء مش عاجبني دائما اعطي اوامر او اعطي تعليمات لهذه الطاقة اكثر ذكاء طاقة انا ابتدي اعطيك اشياء بسيطة عشان انت تفهم انه لازم تعطيني اشياء اكبر ابتدي ابادر ادخل بيتكم مثلا عندي في يدي صحن حلاوة عشان انت تفهم ان المعاملة بالمثل اوكي واكرام الكريم يكرمك بالعكس لازم تزيد يا شريكي انا اعطيتك شي بسيط انت لازم تزيد طريقة باكية في التعامل يا برد القص واشوف هنا بالعكس شركك رح يكون جدا متفاعل معاك ويتبعك على اي خطوة انت خطوء وعلى اي نغمة انت تعزف رح يتبعك هنا الطاقة اللي بعدها الاحمق او المشاغب الكارت رقم صفر وشركك عنده ملك الاكواب يا برد القص في شي انت رح تحتفظ فيه حتى في خضم كل هاي التغييرات في شي رح تظل متمسك فيه حتى لو هذا الكارت قاعد يراوينا ان الشخص مو متعلق باي اشياء رح تتمسك بطبيعتك ترى العفوية بالعكس الدرسي هني اللي رح تتعلمه ما رح تطبقى لدرجة انه تنسى من انت كبرج القص تنهي طبيعتك لا طبيعتك رح تاخذها معاك العفوية ولكن رح تاخذها داخل العلاقة مع شخص يفهمك كأنما انت هني كنت عفوي مع الكل واكتشفت الدرس المؤلم بطريقة مؤلمة انه مو الكل نواياهم حسنة مثل ما انت تفكرهم فيه ناس ياخذون كلام وكتصرفاتك ويحرفونها على كيفه على كيفهم ليش لانه عندنا رقم صفر اي رقم ثاني نقدر نضيفه على رقم رقم صفر ورح يطلع لدنا رقم مختلف يحرفون الكلام على كيفهم يغيرون فيه على كيفهم لانه انت طبيعي لانه انت عفوي لانه انت صادق مو من الابراج المنافقة تتصرف نعم بجموح ولكن هذي طبيعتك يعني كأنما يقول لك او الرسالة لك ان احرص ان هاي طبيعتك تريها للاشخاص وخصوصا شريكك اللي يكون اللي تحس انه راح دائما ياخذها بحسن نية شريكك من هذين الاشخاص اللي تقدروا تكون على طبيعتك معاهم ولكن مو الكل لا تؤمن ولا تفترض ان الكل عندهم نفس حسن النية بالعكس فيه ناس يصطادون في الماء العكر فيه ناس يتصيدون عليك الغلطة يبحثون عن هفوة او تصرف بطريقة عفوية عشان يعتدون عليك عندنا كرت البرج صدمة كلام راح يأتيك ناس يفترون عليك ان برج القوس قال وفعل او حتى درس مؤلم ولكن شريكك راح يظل من الاشخاص اللي تعتمد عليهم وتقدر لمستوى ما تكون على طبيعتك معا احب طبيعتك ولكن هناك انا ما اهو في لبس الوقت قاعد يقول لك هاي التصرفات اللي احنا متعودين عليها العفوية الضحك ان احنا ما نجامل خلها معاي انا بس لان انا اقدر افهمك ولكن ممكن ما تكون مع الكل خصوصية للعلاقة اخر كرت عندنا الكوب الاول الكوب الاول يأتي من ملك الاكواب احتمال انك هي برج القوس عندنا هنا كرت برج العقرب طاقة مائية وايضا طاقة هوائية المائية ممكن تكون عقرب سرطان حوت الهوائية ميزان دلو جوزاء احس ويدي هنا في طاقة الميزان ان اشوف طاقة هادئة معتدلة وايضا جوزاء انزل الكوب هذا رح يأتيك من من؟ من ملك الاكواب رح يأتيك عرض منه انت هنا في اللحظة اللي تحس انك من قتلك نعمة ولكن تأتيك على شكل نقمة في اللحظة اللي تحس ان ابتديت تخسر فيها كل شيء او خلاص الوضع خرج عن السيطرة لان هذا الكرت يمثل سقوط البرج والفوضى رح بالعكس من بعد هاي المرحلة رح تأتيك النعم رح يأتيك عرض من الشريك سواء عرض حب عرض زواج عرض كلمة مثل انا اختارك او كلمة مثل ان يكون واضح فيها في مشاعره تجاهك يوضح لك الامور يلتزم فيها معاك هذه كلمة اللي عبارة تكون مثل الوعد كلمة الالتزام اشوفها ترسلك من جانب شريكك وشريكك عنده فارس النار كأنه ما قاعد يقولك هني اهوى ملك الاكواب مو شرط انه برج مائي لا ابدا اي شخص ممكن يحصل على هاي الطاقة ولكن هذا اهوى هني شريكك معجب وان كان اهوى بالعادة ويد تصرف برسمية اكثر منك ولكن جدا معجب بطريقتك العفوية وهذه هي طبيعة كنت برج القوس فكأنما التغيير اللي تمر فيه رح يكون فقط على مستوى تعاملك مع الاخرين ولكن مع الشريك بالعكس من الامور اللي جدا تجذبه فيك طاقتك النارية طاقة الجموح مثل ما نقول فيه حصان وفيه حصان بري هذه هي طاقة برج القوس الحصان البري اللي لحد الان ما يحاول حتى يتحكم في طبيعته جماله طبيعي تصرفاته طبيعية شريكك جدا رح يكون يبحث حتى عن هذا الطاقة فيك في الفترة القادمة خلا سوف اسلون رح يطور الوضع بينكم بحلول نهاية الشهر هذا كارت لك وكارت عشان الشريك طبعا ماضر اذا شفت الكارت لانه انقلب من شوي البرج مرة اخرى لايف اكسبرينس هو كارت البرج هنا البرج مرة اخوا مرة اخرى وشريكك عنده سبعة السيوف برد القوس برد القوس برد القوس في شي لازم تنتبه له في اخر اسبوعين او على اخر هذا الشهر شريكك قلت لك رح يوضح معاك امور كأنما رح يقف ويقولك في اسلوب احنا قاعدين نتبعه ما ينفع مع الناس اما اسلوب الطيبة المضالغ فيها اما اسلوب العطاء بلا حدود اما اسلوب مثلا انه نعطي الناس اموال ووقت ونعطيهم اسرار ونثق فيهم على الفاضي رح يقولك محتاجين غموض اكثر طاقة الاستخباء والتسدر هنا هذه المبادرة مبادرة تخلى نكون شوي غامضين ومبتعدين عن الناس نعيشنا عن مغامراتنا الخاصة يا حبيبي ولكن بعيدة عنهم لانهم ما يفهمون اعجابي فيك وما يفهمون طبيعتك طاقة شوي خلنا نبتعد عنهم هذا المكان مو مكاننا نحن لسنا مرحب فينا في هذا المكان بعد الآن يمكن اذا انت مثلا تساقين في بيت اهله رح يشجعك او يقترح عليك شريكك ان تطلعون لشقة او لبيت تكونون في لوحدكم ان تغيروا مثلا الجامعة نوع من الانتقال ان مثلا امام الناس يا برج القوس لا تكلمني ولا تذكر اسمي ما ابيعين الناس لان هذا ايضا كرت الحسد ما ابيعين الناس الضل تؤثر علينا وهذه هي النصيحة لك يا برج القوس حتى واذا ما اتت المبادرة من شريكك العيون قاعدة تصير عليك بما ان طبيعتك وايد عفوية مشاغبة جميلة ولكن قاعدة تأتي لك بانتباه او اهتمام انت ما تحتاجه اهتمام الحسد واهتمام العبذال والحاسدين فاحذر يا عزيزي برج القوس من هاي الناس وخلك غامض وخفي مع شريكك في الفترة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة